موسيقى يا أهلين ومرحبتين بأحلى متابعين متابعين قناة كول اليوم راح نقدم لكم طريقة زراعة الثوم في المنزل في البيت في الحديقة يمكنكم زراعة الثوم من بداية فصل خريف وحتى نهايته هذا هو الوقت المثالي وخصوصا في بداية فصل خريف يعني في هذا الوقت احنا تقريبا في منتصف شهر عشرة شهر أكتوبر الآن بدنا نقوم بزراعة الثوم في المنزل أو في البيت لاحظوا معانا الطريقة بنحتاج لرؤوس ثوم للاعلم هذا الثوم بلدي يعني ثوم ممتاز جدا بقى أقوم تفكيك الراس والدروس لاحظوا هذه الطريقة بطريقة بسيطة جدا هيك تقريبا تمام ابنيجي الآن جبت هذا الوعاء بدأ أقوم بالزراعة به هذه التربة الموجودة عندي هي تربة خليط من نصفها بتموس ورمل وطين ومحطوط عليها سماد عضوي متحلل بتلاقوا السماد العضوي المتحلل والبتموس في الصيدليات الزراعية أو محلات بيع الأدوات الزراعية بتلاقوا البتموس وبتلاقوا سماد عضوي متحلل أو من اللي موجود عندكو يعني اللي خمرتو عندكو هذا السماد يفضل استخدام السماد ليش؟ لأنه بعطي تغذية جيدة جدا للثوم وزراعة الثوم وكل النباتات طبعا مش بس الثوم الآن نأتي إلى الزراعة لحظوا عندي درس الثوم هذا طبعا شوي الجدر هذا ناشف من الأسفل خلينا نحكي مثال على هذا لحظوا عندي درس الثوم هذا أسفل الراء أسفل الدرس وهذا من الأعلى لحظوا كيف من الأسفل بيكون هاي من الأسفل هذا اللي بدنا نحطه وين في التربة ما تنسوا هذا الكلام الآن باجي إلى التربة بغزل الدرس هذا في التربة بس بأخلي يعني بس الطرف من فوق طرف بس خفيف من الأعلى وبكرر العملية بدي أزرع أنا هون يعني سطرين لاحظوا كمان مرة هاي الرأس بضعه هون تقريبا بدي أدشر تقريبا مسافة تقريبا 7 سنطي لأنه زراعة منزلية أما إذا في الأرض بدك تزرعه حاول ترك بالقليل لتقريبا متوسط يعني 15 سنطي لأنه بكون عندك مساحة أكبر هيك أنا انتهيت من زراعة دروس الثوم في هذا الوعاء لاحظوا الآن أقوم بريها الريا الأولى تكون ريا جيدة وبعد هيك الري بيكون عند جفاف سطح التربة يعني تقريبا في الأجواء الخريف تقريبا بمتوسط كل ثلاثة أيام مرة أما إذا توفر المطر يعني كان المطر ينزل فلا داعي نهائيا من ري النبتة حاول مثلا إذا كنت في البيت زراعة تحطها على البلكونة على الشباك خصوص الشباك الشرقي اللي بيجي مثلا أشعة شمس الصباح أو على الأسطح أما إذا كانت في الحديقة فضعها تحت أشعة الشمس المباشرة وابقوا معنا لمتابعة نتائج هذه الزراعة والآن أصدقائي عدنا لكم بعد أربع أسبوع على زراعة الثوم في المنزل وها هي نتائج الزراعة لدينا نمو رهيب جميل للعلم يمكنكم استخدام هذه الأوراق أيضا واستخدامها كنا نرويها بمتوسط كل ثلاثة أيام مرة بالقليل من الماء بدي أوضح لكم بس طريقة السقي يعني كنت بس هيك قليل من الماء هاي كمية الرأي اللي كنت رويها كل ثلاثة أيام مرة بعرف رح تحصلوا على نتائج مبهرة تقريبا تحتاج للمو النضج بمتوسط خمسة شهور رح تصبح عندك بهذا الشكل لاحظوا رح تحصلوا على ثمار ثوم بهذه الأشكال الحلوة الجميلة ما بدي أتأخر عليكم أكثر من هيك في الفيديو عشان هيك أنا حبيت أنه أعرض عليكم مباشرة يعني هيك برضو حبيت أطول وحدي هيك عشان خطركوا بس نشوف لاحظوا النمو بدنا الكل الآن يبدأ بالزراعة لأنه هذا هو أفضل الأوقات لزراعة الثوم لذلك سأضع لكم هذا الفيديو الآن ودائما نتمنى لكم كل التوفيق ولكم منا كل التحيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته